تدرس علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من خلال إدراج في هونغ كونغ في ثاني صفقة ضخمة لها بعد الطرح الأولي في نيويورك الذي حقق رقماً قياسياً بلغ 25 مليار دولار في عام 2014 وقالت مصادر مطلعة إن الصفقة التي تعد أكبر بيع أسهم ثاني عالمياً في سبع سنوات ستعطي لعلي بابا تمويلاً كافياً لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وهي أولوية للصين في الوقت الذي يفتر فيه النمو بينما يأخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم نزاع تجارياً متصاعداً مع الولايات المتحدة وقال ثلاثة أشخاص رفضوا الكشف عن هويتهم لأن الخطط غير معلنة بعد إن علي بابا تعكف مع مستشارين ماليين على الطرح وتهدف إلى تقديم طلب في إطار من السرية في هونغ كونغ في النصف الثاني من عام 2019